مرحبا في الفقرة الثقافية ككل جمعة اخترنا لهذه الجمعة ان يكون موضوعنا المسرح النسوي في الجزائر موضوع فتفاد قبل الخوض فيها اليكم هذا التقارير لزميلة وسيلة ثم نعود كلسوم نوريا فتح بربار ياسمينة دليل حللون ندي طلب سنيا واسماء اخرى كثير لممثلات ارفعنا التحدي في الستينات والسبعينات من القرن الماضي ودخلنا عالما كان حكرا على الرجل المصرح في الجزائر ومنذ بدايته كان ذكوريا بامتياز اسماء تهد على اصابع اليد الواحدة كسرن حاجز الخوف والرفض وقتها حضور المرأة على الخشب لم يجاوز سمتيلا الى الاخراج والسينورافيا الا مع نهاية الثمانينات بعد عودة فوزياءة الحاج وشقيقتها حميدة من الاتحاد السوفياتي بين مؤيد لفكرة التصنيف ومعارض تمزي المرأة حضورها بقوة مصرحيا في السنوات الاخيرة كممثلة ومخرجة وناقدة وكاتبة داخل الجزائر وخارجها وللتفصيل في هذا الموضوع أسعد باستضافة الممثلة القديرة رانيا سيروتي مرحبا صباح الخير وأيضا أسعد باستضافة الكاتبة كينزا ميباركي مرحبا مرحبا كينزا إذن كما جاء في التقرير نبدأ من رانيا كما جاء في التقرير المسرح النسوي في الجزائر أولا هل تقبر رانيا أو ترفض هذا التصنيف؟ صباح الخير أولا ترحم على سونيا الله يرحمها شتهادو كافل يرحمها ووسع عليها حقيقة يعني هو مصرح نسوي كفكرة وكمبادرة مليحة على خطر أي مبادرة رح تخلينا تكون كنا ينغيشها تروى في الميدان الثقافي وتعدد واختلاف في العروض نقدر نقوله هو اختلاف التصور لكن اختلاف من حيث التصنيف قال المرأة ورجل نجسي بعد ذلك يعني باش نقوله تصنيف بما أنهم يصنفوا يعني أني حالة شاذة يمكن أن يكون حالة شاذة يعني اندجاناني في الرقة نفسي حس نفسي على الباقي بالنسبة لي المرأة و الرجل تكامل يعني يخدموا أنصم في المسرح بيانسور خاطر كما قلتو مقبيلة في الفيتيار لا أعجبتنيش كلمة كان رجالي من مستحيل أن يكون هي البداية هي البداية فقط هي البداية كانت ذكورية بصحة لا يمكن أن يكملو بسك كما بكري كانوا في كوميديا دي لارتي في إيطاليا كانوا يلعبون رجال هما يلعبون نسا يعني سيته خي كمبليكي كيفاش لازم هذا كل اللومي لوكاستر باش صوته و يبقى دي من الرقيق وما يقولو يلبسو له دوركا روح يجي بيراجل بسيلو سيتخي دي فيسيل مملو كان يلعبها من ناحية سكيتش هكذا زعموا ولا من ناحية ترفيه فقط سحكى دور ما نظنش لي قبلوها ومن جانب آخر دورك تعديني هذيك المرحلة يعني هذيك المرحلة يعني هذيك المرحلة بعيدة بزات تاريخيا بداية نعم لكن باش نقولو باش المسرح بشي قعد الامفوسي بل يكون رجالي هذي حاجة يعني أنا بنسبالي كين تكامل كمبادرة كنشاط يعني كين كونتخير يعني بلس دوپورتونيتي للناس بشي قبلو في نفس السياق كينزا مباركي العائدة من المهرجان أو مهرجان المسرح العربي بعمان الحضور النسوي كان كبيرا ايضا أو خليني نقول كان يعني مقبولا بالنظر إلى الكوكبات والناقضات في الجزائر ربما بالنسبة لتصنيف كينزا عندما نقول المسرح النسوي أو أن البداية كانت كورية ربما هي مقارنة مش فقط على يعني حول حضور المرأة على الرقح أيضا حضور المرأة في الكواليد كتقانية كمخرجة وأيضا كسينغرافية ماذا تقول كينزا في هذه النقطة صباح الخير أسيا صباح الخير لمشاهدي الشروق نيو الموضوع مهم جدا ويجب أن نتحدث فيه في كل مرة لماذا لكي نوضح الكثير من النقاط التي نختلف يعني بشأنها والتي أيضا ما اتفق حولها لا تقلقني أبدا هذه التسمية أو هذا المصطلح أو المفهوم حينما يستخدم أو يوظف في مجال مجاله في الدراسة والنقد والأكاديمي نعم في المجال الأكاديمي أما استخدامه كشعار إعلامي أو توظيفه إعلاميا وإخراجه بين الفترة والأخرى إلى الواجهة هذا ما يقلق فعلا لأن الحديث عن مصرح نسائي ومصرح رجالي ومصرح ذكوري أيضا ومصرح نسوي لأنه يختلف بين مصرح نسائي ونسوي الحركة النسوية أيضا النظرية النسوية ومطالبة يعني بإعطاء المرأة حقوقها يعني المجال الاجتماعية والسياسية وغيرها هنا التوظيف هذا التوظيف الذي يقف وراءه أشخاص لديهم يعني أفكار لا تخدم المرأة ولا تخدم المجتمع هذا ما يقلق ولكن أنه نذهب إلى مساهمات المرأة إسهام المرأة في الحقل المسرحي لنخصص له يعني مجال الدراسة الأمر يعني لا يدعو إلى أنه يعني نخاف ونقول ونرفض ونقابل ذلك الأمر أو هذا المصطلح أو هذا المفهوم بشكل يعني بأريبة كنت في مهرجان المسرح العربي الجزائر توجت بجائزة أحسن عرض مسرحي عربي عرض جي بيس والعرض فيه نساء وفيه رجال الحضور النسائي في هذا المهرجان كان يعني متنوع بين الممثلات بين الناقضات بين الكاتبات المسرحيات وبال يعني على الذكر جزائرية فازت في مصابقة التأليف المهرجان الموجه في الحنان مهدي والتي حكمت فيها يعني كنت في لجنة التحكين كنزة مباركة طيب كنزة فقط فعلا كان الحضور خريقة وحتى الإعلامية المهتمة بالمسرح يعني ندخلوها في هذا النجاح أكيد نعم نعم طيب كنزة تحدثت عن حضور قوي في مهرجان عمان أو خلينا نقول مهرجان هي العربية للمسرح نعم المسرح أعود إلى رانيا فيما يتعلق هي يعني كنزة تتحدث عن عرض جي بيس فيه نساء ورجال هي كل المسرحية تقريبا حضور المرأة موجود يعني حاضرة عفوا رانيا وأنت رحلتك طويلة في يعني في المسرح وأيضا في التلفزيون خلينا نقعد في المسرح ربما عرفتي وعايشتي نساء أيضا من جيال مختلفة حضور المرأة كممثلة يعني بعد كل هذه السنوات بعد كل هذه العقود أين المرأة المخرجة بعدها ربما بعد المبادرات طبعا ونشجعهم طبعا على الموضي قدما أين المرأة السينغرافية لا نعرف اسما ربما عاد لليان الهاشمي وهي ألمانية نعم في أصلها ألمانية زوجة الهاشمي الجزائري طيب أين أيضا المرأة التقنية في المختصة في الإضاءة في الصوت يعني في مهن المسرح أين المرأة شوفي دوكي نهضرو على تواجد المرأة المرأة نحبو لنكره يعني في المجتمع الجزائري ما زالها حتى وإن كان فيها تحرر أكثر للوالدين ولا في العقلية بصح تبقى أن دائمنا راهي تحت يعني وصاية تحت مجهر المجتمع ومن جهة أخرى إحنا نحبول أن نكره زمان كانت الناس ما تروحش على خطر الميدان كان يمكن يكون الناس يقول لك غير بيوتاسيون وغير الميادين فيهم وعليهم يعني إنسان حسب السلوك تاعه كإنسان هو اللي يحدد العلاقات اللي يكون فيها يمكن كان طابو شوية كان حميد المصرحي نشف في وقتي يعني كان الوالد الدياري ما كان شعلا علم يعني كنت ما 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 ميغبرك وكنت احتندرت الشهادة تاعي باش عرف يعني كنت نقول لوراني ندي المشاركات فقط هواية لهو يهم أن نكمل الليسون ستاعي في العلوم السياسية وخلاص هواية هاد شي خلين يقول بالأمور تغيرت بين الطابو هذا وبين انك متبعتش أولادك على خاطر الميدان سفا عمى ما راهوش مأخوذ بعين اعتبار تلقاي الناس مثلا في الجانب السمعي البصاري كان ديكاشي بلوز امبورتان كيقبل بكلي كون ندوش ولي دي ميات وكن راضيين بيها كانت عبارك ديكاشي كبرو وناس ويبعتوا ولدهم بسكو شهراء وبسكو فيها دراهم دي غلو كون خلال زحموك مملك عندهم شهوية ولا انتالون معلش هذا من جانب من جهة اخرى الميدان خاصة المصرح ما راهوش مأخوذ بعين اعتبار مكاش اهتمام كبير حبول انكره مكاش اهتمام يعني تقول ارادة سياسية حقيقية يتخلي يكون كاين نشاط كثير يتخلي كاين مواقف يكون كاين كيسرات تدرك مع جي بي اسمبرو عليهم بالمناسبة داروا لها ضجة اعلامية على بس كشي قليل انت يشجع وحط اللوباكي كما يقول شي غير مادي نا بس نرجع نقول بس كن مادة كاينة في امور اخرى نحب نخرج ونرجع للاخراج نحوس على سبونسور وحدي انا نجيب سبونسور ونخدم طيب رانيا نقعد معك في النقطة ونطورها شوية مع كنزة بالنسبة لفكرة الاستثمار في المسرح ربما مرت الجزائر بمرحلة مرحلة بحبوحة مالية يعني خليني نقول في فترة الوزيرة خليدة تومي كان قطاع التقافة ميزانيتو ارتفحت كان فيه ميزانيات كان فيها مهرجانات كثيرة ومناسبات كثيرة ايضا الجزاء العاصمة التقافة العربية مهرجان التقافي الافريقي طيب ولكن على المستوى الكيف يعني حتى الانتاجات المسرحية وقتها تعرضت لكثير من النقد فكانت لغة الكم هي اللغة السائدة لماذا هل فعلا ان ما يقص المسرح اليوم للنهوض بمستواه فعلا هو يعني جانب المادي او ميزانية المخصصة له بالعودة الى السنوات التي كانت فيها السيدة خليدة تومي وزيرة الثقافة فعلا شهد قطع الثقافة يعني هذا الثراء يعني كان يمكن انه يستغل لصالح الثقافة ككل لصالح المجالات الثقافية المسرح سينيما مجال صناعة الكتاب وغيرها من الفنون الاخرى المشكل انه سياستنا الثقافية ما كانتش متجهة الى بناء صناعة ثقافية في الوطن كنا مناسبتية وكنا نصرف المال على تظاهرات ثقافية من غير استراتيجية بعيدة المدى من غير ما نفكر في المنتج الذي يعرض في هذه المهرجانات من غير ما نرفع المستوى سمحيلي حتى اختيار مثلا تتمدي مشروع ليش لأي واحد كين أولويات هنا المشكلة تخطيط في مجال الثقافة مجال قطع الثقافي ما عندناش تخطيط ما عندناش التركيز على السراتيجية تأخذ بعين الاعتبار كيف أسير هذا القطاع لكي أجعل من الثقافة منتج استطيع أن أسوقه لم نفتح سوق ثقافية سوق للكتاب سوق للوحة التشكيلية سوق للمسرح يعني المشكلة لا حتى القوانين عندنا لو تبحثي تلقاي أنه تستطيع عندناش تطبيق هي غياب سياسة نحن نشتكر معك نحن نقدر نقول لك نحن الجزائر مثلا دائما في الخارج يشيدوا بدور الثقافة الجزائرية في التنمية نعرف أنه الثقافة وعندنا عندنا سحي الواجهة سمحي لي نفوق لبخي ستجدو لطا لا 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 لأنه كنزة فقط كنزة حمال التراث الثقافي موجود كنزة فقط نبقى في الفكرة نرجع لرانيا فقط في هذه النقطة بالنسبة لفريستيج فعلا كما قالت رانيا فقط نرجع للخلفية أذكر أن الراحل محمد بن قطاف رحمه الله كنا عندما نسألوه هذه الأموال وهذه الميزانية وهذه أين الإنتاجات المسرحية القوية التي تنافس في قرطاج وتنافس في القاهرة وتنافس خارج في دول غربية وفي مهرجانات دولية مهمة كان يقول نحن في مرحلة تلميع خليني نقول أو صناعة صورة أخرى للجزائر لأن الجزائر لا نساش في فترة العشرية السوداء فربما بداية الفية هي بداية لتسويق تسويق لصورة أخرى تفضلي رانيا تسويق لصورة أخرى تسويق لصورة أخرى تسويق لصورة أخرى ومدلها تسويق لصورة أخرى تسويق لصورة أخرى تسويق لصورة أخرى تسويق لصورة أخرى أصحاب حدوط أخرى تسويق لصورة أخرى يقول effectivement لم يكن للصورة نحن نحوص على دفاع عن الميدان وعلى الحقوق وعلى الانتاج هذا الشيء يجب أن يكون ضرورة لا يجب أن نضرب ونضرب قوانين ونقترح أمور ونضرب لنضرب لغير الحقوق ونضرب القوانين لن نتحدث من القوانين ونضرب قوانين لن نتحدث عن القوانين ونضرب قوانين نستطيع أن نضرب قوانين فقط أنا أجل أن نجوز عليها لكي ندرهم لكي ندرهم لكي ندرهم بحاجة لكي نعيش ومن جهة أخرى هذه اللجنة لم تجعل سيغطة الجانب المادي لم تجعل اختيار المشاريع التي تساعدهم ويقول لك ليس هناك رقابة لكنها رقابة ضمنية فهذا كنت تفتح لي المجال ولم تبعدون رسائل ضمن الشركاء والتجار الاقتصاديين ويقولون أنهم لا يمكنهم المجال لكي ندرهم فقط لكي ندرهم فقط لكي ندرهم طيب رانيا في هذه النقطة أيضا نعود نرجع أيضا لما جاء عز الدين ميهوبي وزيرا للقطاع أذكر أنه كان مشروعه بالأساس أو ما كان يدعو له أيضا كان فيه ربما تشفي لقاءات في وزارة الثقافة الاستثمار في الثقافة كيف نجيبه لسبونسور ونلقاه السيغة ولكن هذا المشروع مش موجود سمحي لي يعني مجرد سياسة أنا بالنسبة لي كانت الأنستيزي كانت بريود مع كل احتراماتي تخذير يعني بريود سيد الوزير ميهوبي كانت الأنستيزي سيدي قع حبسين مشلولين مكتوفين لأيدي وما قدوش نتحركوا كنت خير زادوا لألقوا علينا تخيطة فقط كنزة نترح لك السؤال الاستثمار في القطاع التقافي ولا رجل أعمال في الجزائر بادر إلى الاستثمار في هذا القطاع لأنه ليس لماذا يبادر يعني كنين يحبوا بادر كنين يحبوا بادر لا هذا هو يش حبوا يرسخون بالنسبة لأنا يعني أنه ليس قطاعا ربحيا المشكلة في الجزائر أنتي تحددتي على فترة الوزير السابق عزدين ميهوبي أنه دعا إلى فتح المجال للمستثمرين للاستثمار في مجال الثقافي بالموازات كان يدعو إلى التقشف يعني أنا نشوف أنه باش نتقنعني بسياسة التقشف وتدعو المسارح المسارح تابعة للدولة باش تروح تبحث عن ممولين تبحث عن مستثمرين موفيش أرضية وآليات قانونية وإدارية لتنفيذ هذه العملية يعني هل أقنعت نفسك بهذا الكلام المسؤول تحدث عن أي مسؤول أي مسؤول يتحدث بهذا الكلام يعني بهذا المنطق هل أقنعت نفسك وتقبلت هذه الفكرة في رأسك قبل ما توجهها لهؤماء المسؤولين كيف نجع إلى الاستثمار في المجال الثقافي ونحن لا ننظر إلى هذا الملف مثل ما تنظر إليه وزارة الرياضة لأن الناس كلها تذهب إلى المستثمرين يذهبون إلى قطاع الرياضي لأنه فيه تسهيلات فيه انتيازات فيه قوانيات لا يذهبون هم يمنعوهم قالت بونه بسطور أفضل كمشباب في النهاية هم يذهبون كأن دلشان يحبون لا يقدروش في النهاية ما يوجد عندنا الاستثمار في القطاع الرياضي في القطاع الثقافي لنجم كلها متخوفة سواء المستثمرين بعض المستثمرين يحب يروحوا ولكن لا يجد الألية لا يجد الألية لا يجد الألية لأنه في ذاتهم لا يجد الألية لا يجد الألية لا يجد الألية فلن تفاوض معهدا لا تفهم نعم ترجمة أنا جميعا لا يوجد الألية أنني أخبرها الواقع لا يوجد الألية ولكن پ сделали عندما كانت يوجد الألية هادو قدرهم يستغلوا من أجل إثراء البعض كما في كل الميادين شوفي الميدان الفني ما راهوش وحده يخرج وحده من السيستام ألجيريا كما كل الميادين كان فيها رشوات كان فيها خروج أموال لأجل الطبيض كان فيها يسند مشاريع البني عميس يجي يخدم لك الشلالية ليجي يجي بدشراته وكامل ما عني شواني يصد لو كان ميدان نقطة الصين مرحبا بصح أي كل من هبا ودب نون دونك المصرح للسينما ما خرجوشنا هذا الإطار كنا نرجع للجانب الجانب هذا تعلو اللي كنا نحكي عليه تعلق القانون شوفي مثلا نرجع للسينما فقط شوفي مثلا نقول لك سينما ما كاش كين عدنا مشكل في السينما وما كاش إنتاج يا سيدي وراه المشكل دو كنت تفتح لقاعة السينما أنا شخصيا كنت أنا جوجيخ أو دبلهم كلمة أنا جوجيخ في وزارة الثقافة ملف إعادة فتح مية وعشرين قاعة السينما في وقت خريدة تومي دعي أذكرها بالخير دونك مية وعشرين قاعة تفتح لك مكاش أسكو لسالسون توفخت دركا مكاش حتى القاعات اللي تم تجهيز لها وحطوا فيها البروشيكتور جداد وجداروا بار ومشروع واستثمار وما نقول لك شو المالاير جابوهم وحطوهم بلاصة ومحنا فرحنا كنا سوپير أمثا كيف تفتح لك شوفي غير هذه بركة ما نحن تحكيش على الأمور الأخرى الحلقة هذه بركة بس كوية صناعة والإنتاج والاقتصاد هو حلقات غير معروفة دوك تفتح لي غير الحلقة هذه تع القاعة طيب رانيا قاعة السينما تتبعها لا تحكيش لا تحكيش لا تحكيش لا تحكيش لا تحكيش طيب ملف قاعة السينما ملف آخر لا تحكيش لا تحكيش لا تحكيش لا تحكيش طيب رانيا قاعة السينما تتبع للبلدية لا تحكيش لا تحكيش لا تحكيش كين العديد من القاعة لا تحكيش كين العديد من القاعة ليس قاعة تحكيش لكن كين عدد من القاعة طيب نرجع لكنزة ونرجع إلى المهرجان المسرح العربي في عمان ونرجع الكنزة الكاتبة للطفل ولكبار أيضا طيب كنزة ربما أنت كنت محدودة خليني نقول لأن نصوصك شفناها على الخشبة إمرأة أبي دل المكسور نعم إمرأة أبي دل المكسور نعم كين يعني نصوصها في أنت كنت محدودة لكن الأكيد أنه موجودة كاتبات كثيرات في الجزائر لم تتح لهنا الفرصة لتطلع أو تنتج مصوصهم ركحيا ربما هذه التجربة لك كاتبة مع مخرج مع ممثلين وكيف تشوفي مستقبل الكتابة للمسرح في الجزائر بعيدا عن ربما مرحلة كنسات فيها الاقتباس من المسرح العالمي هذه التجربة يعني تجربة تحويل نصوصي إلى الركح وإنتاجها يعني مسرحيا يعني تجربة لا يمكن أن توصف يعني بالنسبة لكاتب يكتب من أجل أن نصه يعني يطلع عليه الجمهور الذي يوجهه له في البداية يعني من الأساس الهيئة العربية للمسرح هي التي قدمتني لبلدي الجزائر مسرحيا يعني وقبلها أيضا دكتورة هيفاء السنعوسي في جائزة دكتورة هيفاء السنعوسي لنصوص المونودراما العربية في سنة 2015 يعني الجائزتان العربيتان التي توجد فيهما نصوصي وجاءت دخلت إلى الجزائر المشكلة أنه في الجزائر لن تجد أحدا يلتفت إليك حتى ولو تكتب لا أدري ماذا تكتب المشكلة أنه الناس تنظر إليك من تعرف من تصاحب من يوصي عليك حتى ويكون مستواك يعني محدود أو متواضع فلا يهم المهم أنه المشكلة أنه لا ننظر إلى كفاءة المنتج الذي تقدمه جودته لا ننظر إلى ما يمكن أن تضيفها هذه هي المشكلة بعد هذا التتويج يعني جات النصوص إلى الجزائر وانتجت لكن دائما تبقى مشاكل أنه ضروف 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 نعم يعني تتواج وكذا وكذا ولكن في التجسيد النصوص عمليا في صعوبات نعم ما زلنا لم نحترف لم نذهب إلى ممارسات معنية في الإنتاج المصرحي في مختلف أنصص ليس هناك من المنهات لماذا يجب ان تجل لهم ويجب ان أعرفه لهم احتاج هناك من المنهات يعني يضعوا في الجانب الناس من الضمنهم لذلك ينحب بهم كذا ينحب المرح ويضع لهم مختص يقول لهم بعد أن لا يسمعوا هكذا لأنه مختص عندما يعرف أهم ذا يمكنني أن تتواطع معك غير لكان هو شخص كما ينحب إلى الهد تتواطع وبما أن ينحب إلى الناس قال هذا ليبستوني ولامغج هذه معللش للأخرين معليه مهادك لامغج هو أصلاً ما عندوش باش يقيمك مراهوش ما هوش في الاختصاص مراهوش مؤهل بس كما نخطش لهذا الغرض طيب رانيا بعيداً عن لجنة القراءة بعيداً عن الصعوبات نعم برك على لا 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 ما شيطل بمعمر نوخ شوف يقلبنا معمر جاعف جعل ميادين بس كنجزائر رانا رايحين للتغيير وان شاء الله اذي بناتو قطع رانيا يعني فتعرفي من الداخل احنا سكتنا على امور قلنا تتحسن تتحسن في كل مرة كانت الامل انها راح تتحسن انها راح تتغير وصح شفنا ابني ما كان والو طيب رانيا متمسكة بالامل وبعد عدة اعمال تليفزيونية رجعت رانيا سيروتي الى الخشبة مؤخرا خلينا نقول في نهاية السنة الماضية سبتمبر على ما اتكر 2019 مسرحية الزاوج اخراج كامير يعيش وتمثيل رانيا سيروتي والممثل ابراهيم شرقي هذه التجربة عودتك الى الركح بعد ربما فترة طويلة من القطيعة بين قوسين مع الخشبة قطيعة علاش نرجع نرجعولها واحد ما يعيط لك يقول لك عندنا مشروع اقتراح هذا علاش بسك ما عندهم شو الوقت اصلا يشوفوا شكل ممثلين يقوموا بذلك الادوار هما بسكوا علا المشاريع هي عبارة عن مشاريع المادة بسفة عما كين استثناءات اكيد مش يقع الناس كما يقول لك ومن جانب اخر دركة حسب من حسنايا ميحبوش الممثل اللي عنده اعراء عنده تصور عنده فكرة حاب يساهم بالافكار تاعو يمكن يرفض امور يمكن يتقبل امور يمكن يشوف بلي كين امور المستوى تحشوية يخافوا يمكن انا نقول هكدا تفسيري الخاص ما نعرف يتعاملوا مع انسان عنده شخصية ويحبي مش يزع ما نشكر فيه روحي زع ما عندي شريع بسرح لابلك يقول لك وعراء جيغاب يعني حسول الناس كوميديان نو شسوي جيغاب وجهيني فوق الخشبة انت مخرجة كلمة الاخيرة ترجع للمخرج لكن النقاش وليزم نرفعه شير مستوى طبعا النقاش وهذا سكنتراكي قادر عليه نجي نخدم معك صحيح ده كان جيبي لنا ديجا تيكس مع كل احتراماتي للناس تكتب نصوص انتكس ناقص وضعيف ولا جيبي لناس اللي يخدموا معايا سيخصان رح يجبوني للأسفل ولا ما تقترحيش أصلا عليا بس كتخافي شخصيتي شوية نقابح شوية فتلأمور تناقش نعم تناقش بس كيف ديخوله تشوفناك سعيدة على موقع التواصل الاجتماعي رانيا بعد العرض خوزك الشارع العرض هذا رجعت له جنكاش غيغيا هذا المخرج الزوج دياري هذه وحدة يعني عندي فيقة فيه ونعرف الأسلوب بتاعه ومن جهة أخرى كما يقول لك نساعده أيضا بس تعتبر بدايات ويمكن هذه المصرحية الرابعة أو الخمسة نعم بالرغم من أنه عنده بزاف مليبدا بصح ما دارش بزاف انتاجات وهو يكتب بنفسه يعني للمصرح بوندير أمفد بي بشوية راجلي ومن جانب آخره الشخصية عجبتني عجبتني بزاف على اعتبار أني نلعب دور مركب دور مرأة دانسيختاناج كبيرة في الزن زوجة متقاعد زوجة متقاعد ونعكس نحاول أن نعكس معاناة هذه الشريحة في المجتمع ومعاناة طبقة معينة مثقفة في المجتمع الجزائري من خلال تعرضها للانتقادات والقمع النظام هاي لك طيب رانيا لا يمكن أن أختم هذا اللقاء دون أن أطرح عليك سؤالا باعتبارك من الممثلات التي توجهوا للتلفزيون مبكرا أيضا في الأعمال تلفزيونية الأخيرة لا يقناش عن يسيروتي لماذا أو ربما هل كانت عروض وما كانش نفس المشكلة يعني أن السيناريو لا يعجب أو ناقص أو الأدوار وما كانت عروض وما كانت عروض نقوله يمكن كنحسب المعدل تالعروض هو عندنا مسلسلة على الشربات على رمضان هذا مضمون العام ليفات برك ليما خدمتش فسكو خدمنا مشي ما خدمناش مسلسل تلك الأيام كان مسلسل إنتاج مشترك بين تركيا والجزائر تم توقيفو في آخر لحظة نعم ما لابناش تركا لظروف ما نعرفوهاش لحد الآن ما زل ما قالو هناش على بنابل اللي تم توقيفه أنا مثلا كان عندي ممكن خمستاشن يوم فقط ونكمل تصوير توقف نعود لفتح ملف الإنتاجات التليفزيونية وكنزة أختم معك من المهرجان الوطني للمساح النسوي بعنابة اللي كانت محافظة تاعه صونيا الله يرحمها الفنان صونيا رحمها الله وأيضا كنت ممن ربما يعني غطوا هذا المهرجان ووقفوا على تقريبا شاركوا في كل طبعاته هذا المهرجان توقف قبل مرض الراحلة صونيا مهرجان آخر يموت خليني نقول ولد ميتا أو ربما سيستقشف فرضت أن يموت هذا المهرجان لاحظنا أن سيدة زهيرة يحينا ضلت من أجل أن يبقى مهرجان الفيلم الملتزم لماذا استسلم خليني نقول أو استسلمت لأن المهرجان نسوي خليني نروح شوية في مينيزم استسلمت المسرحيات الجزائريات وضع هذا المهرجان الذي كان فعلا مكسبا وفضاء للمرأة المبدعة في الجزائر المهرجان المسرح النسوي في عنابا كان فعلا لم يولد ميتا ولكن ولد كبيرا لأنه كان مهرجان متخصص مختلف عن بقية المهرجانات التي كانت تقام في الجزائر مختلف في الولايات كان عنده هذا التخصص كان يجمع كل المسرحيات الجزائريات المشتغلات في مختلف مهن المهن المسرحية تحدثنا عن غياب المرأة في السنوات الأولى في الجزائر مسرحيا ولكن في الوقت التعصونية التقينا كاتبات مسرح ناقيدات التقينا مختصات في الإضاءة نعم تقنيات تقنيات في الإضاءة صح هناك مهن متعلقة بالمسرح أخرى يعني مثل السينغرافية ما نلقوش فيها نساء يعني كان مكسبا كان مكسبا لأنه جمع النساء المشتغلات في المسرح الجزائريات وحتى جاب التجارب من تونس من السودان نعم من السودان وغيرها كان شكن في تأثير أيضا نعم كان فيه مجال لفتح نقاشات يعني ثرية من خلال مختصين يعني رجال أيضا لم يكن مهرجانا مقتصرا على النساء فقط ولكن حضره رجال نقاد وغيرهم مضطرة لماذا اختفى ما كناش نعرف لماذا اختفى وفعلا يعني ما قدرناش القاوم ما قدرناش نقام بهذا السؤال كنزا وأشكرك وما أشكرك رانيا أشكرك كنزا فقط اختصار طبعا ما قدرناش ما قدرناش سنعود سنعود لفتح هذا الملف في أعداد قادمة من برنامج مورنينج على الشرق شكرا على المتابعة موسيقى موسيقى